الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين ما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك يا حبيبنا يا رب العالمين إخواني وأخواتي إحنا ما زلنا مع هذا المرض الفتاك والداء العضال اللي بدأنا الحديث عنه الدرس الماضي وهو ده مخالفة الأمم لهدي الأنبياء ومرسلهم وعيز أذكركم سريعا كده إن ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا في القرآن إن أغلب الأمم التي هلكت من قبلنا ما هلكت إلا في اليوم الذي تجرأت فيه هذه الأمة على سنة نبيها وخالفت أمر نبيها قال الله سبحانه وتعالى وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبِلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةُ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ هو ده المرض هو ده المرض إلا أصاب الأمم من قبلنا فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً قال تعالى فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُول عشان ربنا يوضح لنا خدوا بالكم وذكرت ليكم في أوائل سلطة البقرة إذا كانت هذه الصور من أوائل الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سلطة المزمل فأوائل الصور اللي نزلت في المدينة أيضا سلطة البقرة قصص كثيرة جدا 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 لبني إسرائيل في نزول العقوبات عليها والسبب في ذلك إنهم كانوا بيعصوا أمر الأنبياء والمرسلين ولذا اشتد تحذير ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة لازم نقرأ تاريخ كويس لازم نقرأ قصص القرآن كويس ونفهم من قصص القرآن إيه الأمراض اللي دبت في الأمة من اللي قبلنا علشان نبعد عن هذه الأمراض ولو الأمراض دي موجودة عندنا نلحق نعالج نفسنا بسرعة قبل ما الأمراض دي تتوطن في هذه الأمة فاضيع هذه الأمة وتهلك النبي صلى الله عليه وسلم ألنا وأكد لنا هذا المعنى قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم والنبي صلى الله عليه وسلم يأكد على نفس هذا المعنى فيقول مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش بعينه فبدأ يحذر أمته يحذر قومه فيقول أنا النذير العريان أنذركم الجيش خدوا بلكم فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا نسمعوا كلامه فنجاهم الله وعصته طائفة فضلوا عندهم في مكانهم فصبحهم الجيش فاجداحهم صلت عليهم العذاب والأسر والقتل والدماء والسبب في ذلك خالفوا هذا النذير خالفوا هذا النذير والنبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا قواعد أساسية في القرآن فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول يخالف النبي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره شوفوا التحذير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وهنا الإنسان منا يقول لا دا ما ينفعش دا دا دي تحذيرات قوية لابد نحن بقى نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل الإيمان أما أهل الإيمان فهم الذين امتثلوا لأمر النبي عليه السلام واستسلموا لهذه الأوامر قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دا منهج المؤمنين دا منهج المؤمنين وأما منهج غير المؤمنين فهو المخالفة والعصيان لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة احنا هنوقف بقى مع المنهج التاني دا أنا اتكلمت معاكم في الدرس الماضي عن ضرورة تعظيم السنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم للسنة النهاردة احنا هنتكلم بقى على مسألة تعظيم الصحابة ورد الصحابة برد شديد على كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الأول من الأصناف اللي هو العياذ بالله حادث عن الطريق والمرض دا استوطن في قلوبها هي الناس اللي ردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة اللي بيسموا نفسهم بالقرآنيين مثلا فهيقول لك أنا ما بسيلك من السنة دي أو بعض العلمانيين اللي هم بيظهروا دايما في ثياب الواعظين فبيكراهاك في البخاري وبيكراهاك في مسلم وبيكراهاك في كتب السنة ويثيروا شبوات حوالين السنة علشان انت تبقى أسل السنة دي ممكن تكون صح وغرط وهؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه يوشك أن يكون الرجل متكئا على أريكته شبعان يقول ذرون من هذه الأحاديث سبوكم من هذه الأحاديث ما وجدنا في كتاب الله أحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء وقال ألا إنما قال رسول الله مثل ما قال الله اللي النبي بيقوله هو زي اللي ربنا بيقوله بالضبط ألا إن ما قال رسول الله مثل ما قال الله وضرب لذلك مثال ألا إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية لحم الحمير حرام على الأمة أن يتأكله وده مش موجود في القرآن فضرب النبي هذا المثال علشان يبطل حال هؤلاء وهذه النابتة نابتة من يرد السنة ظهرت قديما في زمن الصحابة رضي الله عنه في أواخر زمن الصحابة لما كان عمران بن حسين رضي الله عنه في يوم من الأم قاعد في المجلس مع طلبة العلم ويحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل وقال دعنا من هذه الأحاديث التي ما سمعناها نحن ولا آباؤنا أخبرونا بما في كتاب الله فسيدنا عمران بن حسين كان رجل حكيم هذا رجل أم طرح شبهة على ناس فكان لازم يرد الشبهة فقال إنك رجل أحمق يعني غبي أنت رجل أحمق وهل وجدت في كتاب الله أن صلاة الظهر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات وأن الفجر ركعتين هل وجدت في كتاب الله أنك تجهر في المغرب والعشاء والفجر وتصر في الظهر والعصر هل وجدت في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الزكاة وقيمة الزكاة وقدر النصاب ولحو ذلك فبهت الرجل وهنا نقول دايما إحنا لازم نكون مذكرين لأن في أوقات المحن وفي أوقات الأزمات لما بيظهر هؤلاء المبتدعة إن ما كانش الإنسان مذاكر صح ومتعلم صح ومتأسس علميا مشارعيا صح هو بيضيع روص الناس اللي بتضيع في الفتن ناس أول الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وده الصنف الأول وده الصنف الأول اللي صنفه عجيب جدا اللي يقولك إحنا القرآن بس ليه القرآن بس؟ ده بأقل دليل عقلي يقولك أسل السنة مشكوك فيها نقوله نقوله اللي نقل لنا السنة هم هم اللي نقلوا لنا القرآن فإذا طعنت في رواة السنة انت بتطعن في رواة القرآن وهذا ما أراده هؤلاء قديما هم لما قالوا نسيبك من السنة ما كانوا يريدون السنة كانوا يريدون الدين عشان كده الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه بيقول لما جاء هرون الرشيد بشاكل رأس الزنادقة ده واحد من الناس اللي كانت بتقعد تشكك في السنة والكلام ده وتشكك في الصحابة ووصل الصحابة مش عارف كانوا عندهم إيه أخلاقياتهم إيه فلما جاء به ليعاقبه قال ما الذي دفعكم إلى أن تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا نريد أن نطعن في الناقلة اللي نقلوا الدين يعني نقلوا السنة فإذا طعننا في الناقلة أوشك أن نبطل المنقول نبطل القرآن ونبطل السنة وبالتالي خلاص احنا ضيعنا على الناس دي الدين شفتوا الفكرة كانت جاية إزاي فالناس دي لما بتقولك السنة والبخاري الناس دي هدفها الأساسي مش البخاري عشان يبقى فاهمين الناس دي هدفها الأساسي هو هدم هذا الدين أصلا عشان يكون فاهمين وعارفين وده الصنف الأول من الناس ودول ناس أو الله سبحانه وتعالى السلامة وعافية من أخطر الناس خطورة وشدة على هذه الأمة ولولا أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة بعد فضله وكرمه رجال من العلماء يعلموا الناس ويفهموا الناس كان ضل لناس كتير جدا في هذا الزمان إن الصنف الثاني ممن يعني ابتلوا بمرض مخالفة سنة الأنبياء والمرسلين الصنف الثاني هذا الصنف هو صنفه الذين ردوا السنة بالعقول بقى أسل الحديث دا كده مش أيوة مش إيه وهذا الصنف اللي كان دايما غاوي يرد السنة بالرأي اشتد نكير الصحابة جدا عليه زي مثلا بلال ابن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما في يوم من الأيام سيدنا بلال يعني مراته بتستأزينه احنا عايزين نروح المسجد فمنعها فقال له أبوه عبد الله بن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله تمنعوش النساء المساجد فقال بلال ردا على أبيه قال بلال يعني يتخذناه دغلة المرأة تخرج تروحه وتيجي وكلما سأل انت فينا السنة كنت في المسجد ونحنش عايزين نهي فينا أصلا فغضب ابن عمر رضي الله عنه وسبه سبا ما سمع من ابن عمر قبل ذلك وهو يقول له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول والله لنمنعهن فسبه ثم قال والله لا أجتمع أنا وأنت في بيت واحد أبدا ليه؟ معقول أقول لك النبي تقول لي برأيك؟ لا عندي النبي مفيش رأيه عندي السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله مفيش حاجة اسمها رأيه أمر حجيب كذلك أيضا موقف من المواقف العجيبة جدا سيدنا عبدالله بن مغفر رضي الله عنه في يوم الآم رأى ولده يخذف إيه الخذف ده؟ كانوا بيجيبوا زلطايا صغيرة كده زي احنا كنا بنعمل زمان كل واحد يمسك طوبة واللي يحدف الطوبة أبعد من الآخر هو ده كان الخذف فكانوا بيعملوا إيه؟ بيجيبوا حصاء ويدعوها هكذا بين الأسبوعين ويرموها كده ويشوفوا مين الحجارة بتاعته تصل لأبعد مسافة فهو رايح يصلي سيدنا عبدالله بن مغفل فقال له يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف اللي انت بتعمله ده يا ابني غلط سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يثقأ العين ويكسر السن يا ابني ده حرام غلط إنه بنها عنه علشان ده مؤذي للناس حد معدي تكسر له سنة حد معدي فهذا الحجر يأتي في عينه تحصل مشكلة تفقأ العين ويساب ولده وراح يصلي ثم عاد فوجده يخذف فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازلت تخذف والله لا تساكني في بيت واحد أبدا لا يمكن بحال من الأحوال إنك تيجي في يوم من الأيام وتقول لي هنا أقعد معاك في بيت واحد لا لأديه كان عندهم السنة دي لها حرمة ولها تعظيم لها حرمة ولها تعظيم وده اللي الأمة كلها لازم تربي ولادها عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده دي حاجة عظيمة جدا حاجة كبيرة جدا فلا ينبغي بحال من الأحوال إن إحنا نردها علشان رأي حد أو علشان كلام حد زي ما للأسف بعض الناس بيرد سنة النبي علشان الشيخ بتاعه أو علشان المذهب بتاعه المذهب مخالف للنص الصريح الواضح ويقول لك أنا أتبع الشيخ أو أتبع الإمام ده غلط غلط كبير بل للأصل إن الإنسان منه يلتزم بسنة ويعظمها سبحان الله من لطيف ما وقفته عليه إن كان القائم على الشرطة في المدينة رجل من الأنصار وكان أمير المدينة في هذا الوقت مصعب بن الزبير بن العوام فالرجل الشرطي اللي كانوا بيسموه في الوقت ده العريف عمل مشكلة كده فأقسم مصعب لا يضربن رأسه فلما أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا دخل على مصعب بن الزبير بن العوام فقال أمير المدينة مصعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأضى عليه السلام وقال يا أمير المؤمنين أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا استوصوا بالأنصار خيرا استوصوا بالأنصار خيرا اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم فقام مصعب بن الزبير من على كرسي الإمارة أم من على العرش بتاعه يعني وألصق جسده بالأرض ووضع خده على الطراب وقال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت عنه سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت عنه ايه دا ايه دا معقول ان الامر يكون بهذه الصورة معقول ان الامر يكون بهذه الصورة ايها الامر باختصار بهذه الصورة حط وجهه على الأرض كده قال كلام النبي على الرأس والعين كلام النبي على الرأس والعين كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو دا المفترح نرب عليه أولادنا ونرب عليه أجيالنا قد ايه كان فيه تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من لطيف ما وقفت عليه ان هارون رشيد في المجلس بتاعه لما دخل عليه القاضي عمر بن عبيد إن لم أهن في الإسم وكان هناك رجل من المبتدعة فأقام عليه القاضي الحج فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا فرد هذا الرجل للحديث وقال أما الحديث فلا نعمل به فقال له القاضي كذبت بل حديث رسول الله على الرأس والعين وارتفع صوته فأراد هارون الرشيد اللي كان خليفة على تلتين الأرض في هذا الوقت أن يرد القاضي فعلى صوت القاضي ورد على هارون الرشيد ثم إنه بعد ذلك خرج من هذا المجلس بعدما رد على هذا الرجل وعلى صوته على هارون الرشيد وقال له بل كلام النبي على الرأس والعين قال فوالله لما عدت إلى بيتي ما كنت أن أجلس لسه جاي بعد كده إذا برئيس الشرطة يقول أجب أمير المؤمنين قلت بس خلاص ضهي طي الراس ضهي طي الراس قال فذهبت فذهبت فدخلت فإذا بالسيف في يد هارون الرشيد والإناء أمامه الإناء اللي دمها يصل فيه قدامه كده فقال له أترد علي والله ما رد علي أحد كما رددت علي قال فقلت له يا أمير المؤمنين والله ما رددت عليك إلا تعظيما لأمر رسول الله لما رأيت هذا الرجل تطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما فعلت هذا إلا إجلالا وإكبارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهارون الرشيد وقع من يده السيف وبكى هارون الرشيد ثم نظر إليه وقال أحياك الله كما أحييتني أحياك الله كما أحييتني أحياك الله كما أحييتني أنا اللي كنت مخطئ محقول محقول أيوة الناس دي كانت عندها من المهابة والتعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم علشان كده الناس دي عزت علشان كده الناس دي على شأنها في الدنيا كلها ليه يمعظموا ووقروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتد نكرهم على اللي في يوم من الأيام يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته وجد أن الناس بتأتي إلى بيت الله الحرام فبتحج وبتعمل عمره ويفضل بيت الله الحرام على مدار السنة فاضي فائغ مفيش حد بيطوف بيه فنهى الناس عن التمتع اللي هو العمر والحج قال اللي يجي حج حج بس علشان الناس اللي عايز تعمل عمره تيجي عمره على مدار السنة فيفضل بيت الله الحرام مليء بالطائفين والعاكفين والركع السجود فده كان اجتهاد عمر فسيدنا عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس أراد أن يحج متمتعا أنه يعمل حج وعمره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو لأنني لم أسق الهدية يعني ايه لا تحللت من عمرتي لكنت عملت حج تمتع فقيل لابن عباس أو لابن عمر يعني أتحج متمتعا وقد نهى عنه أمير المؤمنين فقال كلمته الخالدة كلمته الخالدة يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال عمر وعمر دا هو أبوه عمر دا هو أبوه أولوكم النبي كان بيقول لنا حج متمتعين وانتم تقولوا لي قال عمر أنا أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء شوف أدي كان عندهم تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصنف الأول الذي رد السنة بالإجمال إجمالا رد السنة كلها طب الصنف الثاني الذي رد السنة بالأراء أنه يقدم رأيه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم أو يقدم رأي الشيخ بتاعه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين أنزل الله عز وجل في شأنهم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما ينفعش في يوم من الأيام إنك تقدم قول أو تقدم رأي أو تقدم عقل على رأي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في هذا الدين هو الامتثال لهدي سيد المرسلين صلواته ربي وسلامه عليه مش إنك تحط رأي أصال رأي قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلى لو كان الدين رأي با كان مسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلى إلا أني رأيت النبي يمسح أعلى الخفة فخلاص تسقط الأراء وكان العلماء في كل زمان وما كان بيعلموا أدبعهم هذا المنهج منهج أنه ما ليش رأي مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال كلمة خلاص فوق رأسه العين يخرج الإمام الشافعي رحمة الله عليه ذات يوم فيسأل رجل في مسألة فقال له الشافعي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها كذا وكذا 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 قال جئت وأسألك عن رأيك فغضب الشافعي غضبا ما رؤيا كهذا الغضب فقال أرأيت في وسطي زنارا الحزام العريض بتاع النصارى أرأيت في وسطي زنارا أرأيتني خارج من بيع أنت شايفني يهودي أو نصراني أقول لك قال رسول الله وتقول لي ما تقول في رأيك إيه اللي أنت بتقوله ده إيه اللي أنت بتقوله ده وكانوا يعلمون أتباعهم التسليم التام والتعظيم التام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أضع رأيي تحت نعلي أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان في مجلس من مجالس العلم وهو قعد في المجلس بيعلم الناس يعني دخل عليه السائل فقال يا إمام ما تقول في تخليل أصابع اليدين ورجلين في الوجوء قال ليس عليه الناس لا أعلم فيه سنة يعني مش من السنة فقام إليه تلميذه عابد الله بن وهب فقال يا إمام ما تقول في حديث حدث نيه بن لهيعة وليث بن سعد عن فلان عن فلان أن النبي صعسامة كان يخلل أصابع يديه ورجليه في الوجوء في لحظة قال الإمام مالك هذا إسناد حسن وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر للسائل وقال تخليل اليدين والرجلين في الوجوء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودامي ناس كلها يعني مجلس الإمام مالك ده كان بيأتي ناس من أقصى المشرق وأقصى المغرب وأقصى الشمال وأقصى الجنوب يحضروا مجلس الإمام مالك فالمرة دي تلميذه هو قال بيقول لا أنت أخطأت الحديث كذا ورأيك كذا قال له رأيك تحت رجليه نحن عندنا أهم حاجة هو اتباع هذا النبي الصادق الأمين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الهداية كلها في اتباع هذا النبي في اتباع هذا النبي شفتوا منهجهم كان عمل إزاي فما كانوا يردون سنته وما كانوا يعارضون سنته برأيين الأمر التالت ودي نقطة مهمة جدا بيقع فيها كثير من الناس وهي مسألة القياس الفاسد يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقياس فاسد يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العادات والتقاليد في بعض الناس بتعمل كده ترد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العادات والتقاليد طيب ونقول لهؤلاء اللي بيردوا كلام النبي بسبب العادات والتقاليد أضرب مثال بسيط جدا عندنا في مصر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أبرك النكاح أي سرع كل ما يكون النكاح بسيط طلباته بسيطة على قدر ما ربنا بيضاعف البركة في هذا البيت إحنا قلنا لا النهاردة لازم العفش والعزال بتاع البنت يتحط في خمسين عربية والخمسين عربية تلف في الشوارع إحنا أنتوا شايفين وفي عربيات فاضية وعربية محطوط فيها حلة وعربية محطوط فيها مش عارف إيه عشان يوحنا معانا خمسين عربية وجينا قلنا للولد عايزين منك خمسين ألف شبكة وخمسين ألف مهر وعايزين منك مئة ألف مؤخر وعايزين منك شقة تمليك وعايزين منك مش عارف إيه السؤال إحنا لما خلفنا هدي النبي في الحديث ده بس أبركوا النكاحة إيه صرف عارفين مصر عندها النهاردة كام عانس عدوا سنة تلاتين وما تزوجوش إحنا عندنا قرابة تلاتاشر مليون شاب وفتاة كسروا تلاتين سنة وما تزوجوش وهو ده اللي ربنا ألهلنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ليه أسلحنا رضينا السنة علشان العادات والتقاليد ونرجع نقول يعني بنتي تبقى بنت خالتها أحسن منها طيب بنتك هتجيلك بعد شهر واتنين من جوازها متطلقة ويعيشوا في المحاكم خمس ست سبع سنين ويطلطوا على شهرين الزواج أطفال بقى بعد كده أطفال يطلعوا بلا أب وأمتيها وضيعة ونفسيتها مدمرة ونفسيتها مشتتة ونشوف النهاردة إلى أولاد دول ضايعين في الشوارع عاملين إزاي مش ده واقعنا مش ده الواقع اللي الأم عايشة فيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجاب الحجاب فرض على المرأة المؤمنة المسلمة يوم ما خلفنا ده وانتشر التعري وانتشر التبرج داخل المجتمعات ما هي المجتمعات دي بتنهار من هنا وتنتشر بقى الظاهر اللي عمرنا ما كنا نسمع عنها انتشر التحرش وانتشر الاغتصاب وانتشر كل هذا بقى موجود للأسف وانتشرت الخيانات الزوجية كل ده بقى موجود والسبب في كده احنا خلفنا هادي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حاجة اسمها عادات وتقاليد النبي ينهى عن الاختلاط يا جماعة الاختلاط ما ينفعش الاختلاط ما ينفعش ما ينفعش يبقى فيه اختلاط بين الرجال وبين النساء بين الذكور والإناث اوروبا اتقرصت من الاختلاط فبدأت تفصل بين الصنفين لا احنا لسه النهاردة عايه يعني ونفاجأ بعد ذلك ييجي يشتكيله يقولي انا فجئت ان امراتي بتخني مع مدرب ابنها في السباح المدرب اللي كانت اعدم علي النهار في النادي بيتكلم مع الولد ويتدرب الولد بتخونه مع مدرب السباح وخيانة حصل بسبب المدرس اللي بيخش للبيت والزوج مسافر بقاله 3-4-5-6 سنين ونفاجأ بالخيانات الموجودة داخل البيت الواحد وداخل العائلة الوحيدة مش هو ده اللي النبي صاصم كان نهان عنه لا يخلونا رجل بامرأة الا كان شيطانه ثالثهما ما هي دي الكارثة اللي احنا عايشين فيها ما هي دي الفتنة اللي ربنا عز وجل قال عليها فليحذر الذين يخلفون عن امره ان تصيبهم فتنة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل مؤنين نوله ما تولى احنا مجتمعنا بقى مجتمع مليان مشاكل وتعالى دور على كل مشكلة هتلاقي ان المشكلة دي اصلها احنا خلفنا اصل من الاصول اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبلغ هذه بيبلغ عنها الامر الرابع هو من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التقليد الاعمى للغرب بسبب التقليد الاعمى للغرب احنا اصبح عندنا النهاردة في المجتمع اشياء مش بتاعتنا خشي بس على تيك توك بس بس وشوف كمية المهازل الموجودة شوف كمية التعري اللي موجودة شوف كمية الاخلاق السيئة اللي موجودة شوف كمية الفساد اللي موجود في التيك توك والسبب في ذلك ايه اصل هو شاف ولد في امريكا بيصور فيديو معين فهو يجي يقلده هنا وهي شافت بنت في امريكا بتصور بطريقة معينة تيجي تقلده هنا وهي شافت في امريكا البنت لابسة بانطلوم مقطع فتيجي تقلده هنا وشافت البنت لابسة صير في أمريكا فتيجي تقلدها هنا التقليد ده اللي ردنا به كلام النبي صلى الله عليه وسلم ردنا به كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوروبا النهاردة نهارت في وقت من الأوقات بسبب الربا دولة زي اليونان أو دولة زي القبرص الدول دي أعلنت إفلسها بسبب الربا وإحنا النهاردة بنقول لا شجعوا الربا ليه أسل أوروبا بتقول شجعوا الربا شجعوا الريبة والبيوت يوم ورد تاني بيصبها خرابة وبيصبها ضمار وبيصبها ضياع والسبب في ذلك احنا بنقلد فالتقليد ده وصلنا نحن نسيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم اصل في اوروبا الاولاد والبنات بيصاحبوا بعض وبيهزروا وبيتحاكوا مع بعض ما فيش اي مشكلة في ماذر لون بين كانوا بيقولوا عليها كده ماذر لون صح مش كانوا ما هو ده المصطلح الغاربي بتاعها الام الوحيدة اللي راحت عملت علاقة في الحرام مع شاب ونتج عنه حمل وبيفرضوا علينا ان المجتمع لازم يقبل هذه الصورة عرفتم المشكلة عندنا فين شفتم لما بنخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنروح فين او نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ان الامر ده لا يتناسب مع عقولنا ممكن حاجة انا مش فاهمة فاردها بسبب القياس القياس الفاسد طبعا مش القياس اللي يقصده علماء الاصول قياس الفاسد اللي قال عنه ابن السريم اول من قص ابليس قال انا خير منه خلقتاني من نار وخلقتهم ممطني بقى هو اللي يسجد مشانا لا يسجد القياس الفاسد ده اللي ناس كتير جدا بتستخدمه فترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ يرد السنة النبوية الصحيحة لان انا عقلي ما جبنيش بسبب القياس الفاسد اللي موجود عنده للأسف حصل ده في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما قال ابو هريرة سمحت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيمة فواحد بدأ يقيس ربنا بيقول في القرآن لم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض وشمس والقمر فالشمس والقمر كانوا بيسجدوا لله في الدنيا وعابدين لله عز وجل في الدنيا فليه يرقوا في النار فقال له شوفوا بقى بالقياس الفاسد وما ذنبهما يترموا في النار ليه شوفوا بيردوا السنة بالايه بالقياس وما ذنبهما فقال يا بني اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقس بعقلك يجيلك الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما تقسش الامر بعقلك سلم وبعد كنا نتكلم سلمنا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تعالى بأن فهمك واحد أن الله عز وجل ما جعل شمس والقمر في النار من باب التعذيب للشمس والقمر ولكن من باب تبكيت الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر قادي اللي كنتم بتعبدون في الدنيا لا يملكون عنكم شيئا أو من باب قول الله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة فالله عز وجل جعل الشمس والقمر في النار وهي حجارة القمر حجارة علشان يزيد من حرارة النار والشمس طبعا قتلت لهب فتزيد من حر النار على هؤلاء الذين كانوا يعبدوها في الدنيا فهنا القياس بقى خلاص راح ليل ان انا فهمت ولكن انا بقول دايما في مثل هذه المسائل سلم ثم تكلم نسلم الاول لكلام النبي بعد كيف بقى ان نتكلم نبدأ نفهم الحديث صح تخيلوا ان المرض ده يبدأ انتشر وسط الناس فيرد السنة ويرد الحديث هتكون النتيجة الامة تزداد ضعفا تزداد وهنا وتزداد كل يوم ازمات ومشاكل عشان كده ربنا قال لنا داول مرض دا في حياتكم بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتكم علشان لا تصيبكم فتنة او يصيبكم العذاب الاليم اللي ربنا عز وجل قاله في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن امره ام تصيبهم فتنة او يصيبهم عذابا اليم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يملأ قلوبنا بتعظيم السنة وبحب السنة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس اليها يزاكم الله خيرا احسن الله عليكم هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته